السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل GTextField إذن هذه كلاس أخرى قمت بإستدعاء 3 packages java.awt java.awt.event هذه للأكشن لسنر والإيفانت وjava.swing إذن سأقوم بإنشاء كلاس وسميها GTextFieldExample أو TextField example extensly GFrame إذن مرة أخرى أذكر أن هناك العديد من الطرق للإجابة لكتابة الكود بإمكانك أن تكتبوه بطريقة مختلفة وتصلون إلى نفس النتيجة أقوم بإنشاء الكونستر TextFieldExample قبل أن أكتب محتوى الـ Constructor سأقوم بتعريف GTextField إذن هذا Object حيكون نوعه GTextField وسميه F1 مثلاً يمكن أن نسوي إذن إذن this.setSize textField textField Add F1 and this.add F2 أقول للنافذة أن تكون visible إذن ست visible إذن هذه النافذة True أقوم بإنشاء object نوعه text field example في المين method new text field example بين قوسين أحدد title لهذه النافذة إذن example text field ونفذ هذا البرنامج أتحصل على ماذا إذن تكتشفون الآن ما هو text field text field يعتبر مكان يمكن أن نكتب فيه أي text write text إذن هنا نكتب text متى نستعمل text field؟ عندما نريد أن ندخل قيم في الكمبيوتر يمكن أن نستعمل text field عيوضاً نستعمل scanner تتذكرون أن أستعمل scanner عشان يقوم القيم من الكيبورد يمكن أن نضع text field ونجمع البيانات بهذه الطريقة هناك العديد من constructors لtext field استعملت واحد منهم بإمكاني أن أستعمل constructor ثاني هذا يحدد عدد الأعمدة التي ستكون أو tool text field لو أضع هنا 20 ونفذ البرنامج يصير عندي إذن هنا first text وهنا tool text field بإمكاني أيضاً أن أستعمل constructor إذن يحدد tool text field وأيضاً الكلام الموجود فيه عندما أنشئه هنا مثلاً 10 أو 20 أو 15 يمكنك أن تغيروا هذه القيم وتشوفوا ما سيحصل إذن صارت first text أطول وهنا أيضاً second text أو F2 أكبر لكن ما فيه ولا أي شيء لو أريد أن أجعل هذا البرنامج عندما أضغط على enter يسوي شيء معين ماذا نفعل؟ سأقوم بتغيير البرنامج عشان نصير فيه action أكتب هذا التكس ثم أضغط على enter وأقرأ اللي كتبته الكود اللي كتبته أو التكست اللي كتبته في هذا text field إذن مثل الجي بوتون سأحتاج إلى action listener لذلك هنا سأكتب implement action listener ثم أقوم بimplement للمETHOD add an implemented method إذن هنا عندما أضغط على gtext field وريد أن أطبع شيء معين إذن سأكتب object obg ucwy argcifer.getSource إذن هذا سيعطيني الـ object الذي ضغطت عليه عشان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ getText أوكي لكن هنا آآآآآآآآآآآآآآآ يجب ان اقول الكمبيوتر نوعه gTextField لذلك نسوي casting gTextField عشان يعرف ان obg هذا هو gTextField نوضيف اقواص اخرى هنا لل obg اذا صار obg نوعه textField.getText استدعي ال delegateText المعرفة في gTextField ونفذ هذا البرنامج اذا عندما اضغط على enter ولا اي شيء يصير لماذا لاني لم اربط gTextField بالactionListener لذلك يجب ان اضيف هنا f1.addActionListener this و f2.addActionListener actionListener بين قوسين this ونفذ البرنامج عندما اضغط على enter يقع تباعة محتوى gTextField another text اضغط على enter ووقع تباعة another text first text one two three اضغط على enter يقع تباعة محتوى gTextField مرة اخرى هذا مثال بسيط ليفهم كيف نستعمل gTextField كيف نربط ب actionListener بامكانكم ان تطوروا هذا البرنامج واتغيروه حسب رغبتكم شكرا شكرا